أول سؤال عندنا النهاردة من حساب أحمد أشرف يقوله هو الواحد بيدعى ربنا وما بيستجبش الدعوة ليه يا شيخ؟ أسباب كتيرة بس من أهمها الاستعجال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجابوا للمرء ما لم يعجل الحديث في مسلم حديث أبي ورير يستجابوا للمرء ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقوله دعوته فلم يستجب ليه يعني وكأنه احنا هنا في المنطقة دي منطقة انه انا دعيته ما استجب ليش الوقت اتأخر هو اصلا هو احنا لما بندعو الله سبحانه وتعالى بندعو الله ليه احنا بندعو الله سبحانه وتعالى عشان بنعبده قال لا انا بدعو الله ايو هتكون بتدعو الله عشان تعرفه بحكتك ده هو اللي خلقها قال طب خلاص بلاش حكاة ان انا ادعو الله عشان اعرفه بحكتي ده هو العليم سبحانه وتعالى طب ادعو الله عشان انا محتاج الحاجة دي او بتضغط على مولانا عوز بالله حشاه ده هو الكريم وخلاص وكتب لك الارزاق قال خلاص مدعوش يبقى خلاص مش هيحصل لك ذلك الوسط مش هيحصل لك ذلك كشف ان الله سبحانه وتعالى يتودد اليك ويحبك ويتفضل عليك سبحانه وتعالى ويتلطف فيك ويفتح لك باب من أبواب الوسط قال لي يعني ايه؟ يعني الدعاء وصل وهو يصال الدعاء وصل وهو يصال وربنا سبحانه وتعالى لما قال واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا يبقى مين اللي يجيب؟ الله سبحانه وتعالى فربنا لانه خلق كل شيء وربنا سبحانه وتعالى يرى كل احداث حياتك في نفس اللحظة يعني ربنا مش بيعرف الاحداثك لا 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 ده هو اللي خلاءه هو اللي شايف كله شايف الاقدار كله حتى دعائك ده يرى الله سبحانه وتعالى طيب ده معنى ايه؟ معنى ببساطة خالص ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يرى كل شيء هيجيبك بما يصلح حالك يعني انت شايف دلوقتي ان الصلاح حالك الآن لا ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل الجواب في الوقت الذي اراده الله ولذلك سيدة بنعطى الله السكندر يقوله هو ضمن لك الاجابة الله بلا شك ربنا ضمن لك الاجابة ضمن لك الاجابة ايه؟ فضلا منه مش فرد على الله لا وضمن لك الاجابة فضلا منه ضمن لك الاجابة في الوقت الذي يريد في الوقت الذي ايه؟ يريد وبالكيفية الذي يريد يبقى ايه اذا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما يريد في الوقت الذي يريد طيب وده معنى ايه؟ انه لما يعطيك ده ملك الملوك الذي خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار هو اللي يعطيك يبقى اول حاجة ما تستعجلش استمر في الدعاء وربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما طلبت ولكن على مراده لان مراده ده افضل من مرادك لانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لطيف وخبير سبحانه وتعالى ما انت ممكن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا المال الان او يعطيك من تحب الان فتكرهه بعد ذلك او تضغى بهذا المال لكن الله يرى الاحوال كلها فسيعطيك ما سيصلح حالك انت دعيت ابشر خلاص اطمئن حسن الظن بالله طب هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجبليش قل ليه ربنا ليه ربنا عايزني استمر في العبادة ما تقولش ما استجبليش هو استجبلك فسواء يريدك ان تستمر في العبادة هيوريك الاستجابة في الوقت اللي انت تكون بقيت بتحبها عبادة الدعاء وقلبك متعلق بمولاك ومجذوب الى سيدك ساعتها هيكشف لك ان هو استجاب لك وبيحصل لنا ده كتير ده يكف في الوقت اللي احنا فيه ده ونيبقى ناقد حلقة او عدد حلقات للكلام عن الدعاء لان مسألة الدعاء ده مهم جدا لان فيه ناس بيحصل لهم كده ويسواس يقولوا ايه ربنا وعدني بالاستجابة لدعائي وهو ما استجاب ليش لدعائي يبقى انا زعلان زعلان من ايه انه هو ما استجاب ليش هو ما بيحبنيش ولا ايه ليه بيعمل كده معاه كل الكلام ده كلام الصحيح هو استجاب لك بس في منطقة انت هتشوفها وده هو اللي خلى العلماء قالوا ان ممكن يكون الدعاء استجيب فشال من عليك مصيبة كانت عدجيلك هما اصدوم ايه اصدوم في الحاجات دي لان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون استجابته للدعاء حاجة رابعة غير اللي قالها العلماء يعني ايه الله استجاب لدعائك استجابة الرب الذي يهزب عبده ويربيه وينور قلبه مش استجابة مين مش استجابة الموظف ولا استجابة محقق الاحلام ربنا استجاب لك استجابة الاله استجابة الرب فلازم تعرف ده